السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا نرى حركة إيجابية في العملات الرقمية البديلة رأينا الصعود في عملة الريبل وبعض العملات الأخرى لو نرى حتى نسبة هيمنة البيتكون حاليا تقريبا في 48% سنحاول الحديث على الهيمنة وكذلك سنتحدث على الهالفين القادم لعملة اللايت التي تبقى لها حوالي 65 يوم هل هذا الهالفين سيساعد في رفع سعر عملة اللايت التي سعرها حاليا تقريبا 92 دولار اللايت هو فورك لعملة البيتكون ونفس الخوريزمية التي بني عليها البيتكون بنيت عليها عملة اللايت الفريق الذي يطور على شبكة البيتكون هو نفس فريق اللايت يطور في اللايتني النيتورك أسئلة كثيرة تصلني على عملات البيئرسي 20 لما لا تتحدث عليهم وتعطينا أفضلها لكي نستشمل فيها بالنسبة لعملة البيئرسي 20 بالنسبة لي وهذا رأيي لا أرى فيهم مستقبل أو شيء يمكنني أن أرى فيه مثلا أستشمر وتكون موجة وتستمر هذا الموجة ويكون استشمار مبني على شيء قوي كيف بيئرسي 20 موجة يعني منتهية هذا رأيي وكل شخص وله رأيه ورأيه يحترى بالنسبة كذلك لعملات سنتحدث عليهم لدينا الكثير لدينا 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 كذلك هناك من يسأل كيف نعرف العملات هل ستقوم بطرح توكن للبيع في السوق فهناك الكثير من المواقع هناك بعض المواقع تعطيك كل العملات مثلا خلال هذه الأيام ما هي العملات التي لديها إفراج على التوكن فلو نرى الأوب لديها إفراج بتسعة بالمئة من التوكن تقريبا تسعة بالمئة ستمائة وتمانية عشر مليون دولار فهو رقم كبير очноحن تكون بخي� بتسعة دولار فهو 3 أشعر بالمئة يعني تقريبا حوال مئة مليون الأشبار 200 خمسة تسعر 500 ستة تقريبا خمسة وستين مليون دولار الآن الثام тоكما نرى الأكا 꿈ة تقريبا 1.3 مليون والقالة تقريبا 800 ألف دولار الكمية التي ستباع فتبقى الكمية الأكبر والكبيرة هي التي سيتم الإفراج عليها من فريق الأوب ليس كل هذه الكمية ستباع في السوق وسيتم إدراجها في المنصات وبيعها فهناك مستشمرين هناك صندق استثمارية تشريد توكن هناك ستيكين هناك الكثير الكثير ودائما فريق العملة يحفز مستشمرين لعمل ستيكين لكميات لكي يأخذوا ريورد وحتى مشروعهم مشروع قوي مشروع الأوب يعني على ذكر الأوب وذكر مشاريع اللايرتو فحاليا حاليا بالأرقان أفضل مشروع لايرتو حاليا هو أربطر حاليا بالأرقان بالتطبيقات التي نراها تعمل الهجرة من بلوكتينات مثل سولانا أفالانش الباينين سمارتشين هناك بعض التطبيقات انتقلت من البوليغون من هذه البلوكتينات انتقلت إلى الأربيتروم لأن الأربيتروم حاليا أفضل وأسرع لايرتو بسفر اختراق لم يحصل لهم ولا اختراق لهم مستقبل كبير أربيتروم يعني نحن لا نقول لك استشمير في عملة أرب أو استشمير في هذه العملة أو هذه العملة نحن نعطيك فقط بعض المعلومات التي نقرأها ونبحث فيها ثم نحاول أن نشاركها معكم ويبقى لكم الاختيار يعني نحن نحاول أن نتحدث وننوع في حديثنا على مشاريع البلوكتيين والعملات الرقمية ويبقى لك أنت الاختيار يعني بالنسبة للسوق سنترك آخر الحلقة ونتحدث هل من الممكن أن نعود لمناطق ما فوق الواحد وثلاثين ممكن أن نصل حتى الخمسة وثلاثين أربعين ألف دولار فكل شيء وارد خصوصا التخويفات والمخاوف التي كانت مؤخرا من عند المستجميرين وكل الناس كانت تنتظر نزول وكانت تنتظر نسبة هيمنة البتكون أن ترتفع فوق الـ 48% فدائما صانع السوق يعمل عكس المستجميرين فكما قلتها دائما فنهاية السوق لن تتهي إلا بصعود كل العملات هناك الكثير من العملات لا زالت لم تظهر فيها الإيجابية لم تصعد وكثيرة تقريبا حوالي أكثر من 5% عندما نقول فقط 5% هنا نتحدث لأن في السوق حاليا أكثر لو نرى عدد العملات تقريبا هنا في الكونجيغو المصرحين به فقط 10 ألاف لو نرى على الكون ماركت كاب سنجيل أكثر من 20 ألف عملة كذلك من الأسئلة المهمة بالنسبة لعملة المون بيم المون بيم كانت سائرها تقريبا الـ 40 سنت تصعد للـ 48 سنت تنخفض لـ 32 سنت وحاليا خفضت إلى الـ 28 سنت هناك بعض الناس سألوني في التعليقات اشتروها في الـ 40 سنت ماذا نفعل؟ لا يمكن أن تشتري عملة مباشرة بشكل مباشر تصعد عليك فالمجال ليس سهل المجال مرهق ضروري سيتعبونك حتى تبيع أنت بالخسارة فعندما تكون مستشمر في مشروع جيد وعملة صار لها وقت طويل لم ترتفع فمن الأفضل حافظ على استشمارك ومن الأشياء المهمة كذلك حاول أن تنوع استشمارك فبالنسبة لمشروع مون بيم لا زال جيد وحاليا هو أفضل مشروع يشتغل بولكادوت كذلك بعض العملات التي تطرح لي كثيرا من المشاريع التي نضعها في القائمة الثانية من المشاريع الأولية المشاريع القوية فعلا تريدجو تريدجو كذلك من المشاريع الجيدة والتي مهتم بها بشكل كبير ومهتم بالاستشمار فيها تريدجو يعني لا تقل على العملة تريدجو هي أول منصة بنيت على شبكة الأفالانج وحاليا لا يشغلون فقط على الأفالانج بل يشغلون حتى على شبكة الأتريوم وهذا الذي جعل المشروع ينمو بشكل أسرع وكذلك لها مستقبل جيد تريدجو بالنسبة للريبل يعني نرى حركة إيجابية اليوم ساعد بأكثر من 52 سنت قضيته لا زالت عالقة ليس هناك أي شيء جديد بالنسبة للريبل كذلك نفس الكلام الذي نقوله على الريبل نقوله على ستيلر عندما يرتفع الريبل ترتفع معه ستيلر والعملتان تتأثر يعني تأثروا بشكل كبير عندما تم إيقاف التداول عليهم على أكبر المنصات الأمريكية مثل كوينبس برو اكتشانج وبتستامب والقيود التي وضعينها على المشروع الخاص بالريبل هنا لا أتحدث على ستيلر ولكن ستيلر تأثر بشكل غير مباشر مع الريبل لأنه أصلا ستيلر هو فورك لعملة الريبل كنت سأنسى أمر مهم كنت سأنسى البيتكون كاش البيتكون والبيتكون كاش البيتكون كاش يعني مؤخرا بدأنا نرى الكثير من المشاكل تحدث على شبكة البيتكون والسبب الراجع هو تقنية البيتكون التي رأينا رفض كبير من فريق اللايتنين نيتورك على أن تبنى عملات على شبكة البيتكون هذا سيعطي تقل أكبر للشبكة فالبيتكون كاش كذلك يعني تبقى يعني هذه رؤيتي من الممكن كذلك مستقبلا أن لا يبقى في هذه الأسعار البيتكون كاش لأنه فورك لعملة البيتكون وحتى عندما له قيمة البيتكون كاش يعني له قيمة مثل القيمة الموجودة عند اللايت البيتكون كاش كذلك أراه من الممكن مستقبلا أن نراه فوق ألف دولار أكثر بكثير البيتكون كاش وكان قد وصل في 2018 لحوالي 10 ألف دولار لبيتكون كاش يعني تبقى هذه العملات يعني مثل البيتكون كاش واللايت التي لديها نظام البروف أوف وورك تبقى لها قيمتها صراحة فبالنسبة لموعد الهالفين الخاص بعملة اللايت الهالفين تبقى له تقريبا 64 يوم عندما نتحدث على الهالفين مثل الهالفين الذي يحدث على شبكة البيتكون يحصل الهالفين ينقسم البلوك على إبنين ثم تنقسم معه النسبة اليومية لإنتاج العملة مثلا كانت تنتج يوميا مثلا اليوم 500 لايت يوميا ووراء الهالفين ستصبح 250 وهكذا وهكذا يعني يحصل الانقسام على شبكة اللايت كذلك يحصل الانقسام على شبكة البيتكون يعني نفس الهالفين موجود عند العملات بالنسبة للهيمنة الهيمنة حاليا نراها تقريبا 48% وهذه المنطقة هي منطقة مهمة ولم تستطع اختراقها منذ فترة طويلة هذا الذي يظهر أمامكم هو الفريم الأسبوعي لو نرى منذ تقريبا لو نرى 2021 لم تستطع هذه الهيمنة أن تصعد فوق هذه المقاومة القوية تائما تصل لمناطق تقريبا ليست مناطق مضبوطة مثلا نقطة معينة واحدة لا مقاومة تقريبا ما بين 47% إلى 49% مقاومة مهمة جدا حاليا النسبة متوقفة في نقول 48% فبالنسبة للاستثمار وليكي تكون مرتاح في استثمارك اختر لك أفضل مشروع أو في استثمارك يعني مثلا هناك الخانة الرئيسية ونقول الخانة التانوية أو صنف أول أو صنف تاني كما كنا نقول في فيديوهات السابقة صنف الأول تحدثنا في آخر حلقة على أفضل العملات وأقوى العملات الصنف التاني مثلا لديك الكثير من الاختيارات مثلا لدينا تريد جو كذلك وضعتها في الصنف التاني تريد جو لها مستقبل جيد ومشروعها كذلك قوي فوضعنا الحلقة الأولى سنحاول الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث لكم على عملات صنف تاني تكون لهم قيمة السوقية صغيرة يعني مثلا تريد جو يعني قيمتها السوقية مقبولة يعني 454 مليون دولار قيمتها السوقية لعملة تريد جو يعني مثلا ممكن أن نتحدث على عملات قيمتهم السوقية أقل مثلا من 100 مليون دولار ممكن أن نتحدث على يعني جميع الأصناق يعني نزيد حتى الصنف الثالث يعني الصنف الثالث ليكون مشروعه ليس سكام وليس آدي يعني يكون يعني تقريبا لا بأس به ولكن قيمته السوقية صغيرة ولكن مثل هذه العملات الصنف الثالث لا يمكن أن تجازف وتضع أموال كبيرة مثلا إذا قسمت رأس مالك على ثلاث على حسب مثلا لديك 200 ألف دولار أو 10 ألف أو ألف دولار أو اللي لديك قسم على أنت وأهدافك ولا تقارن هدفك بهدف لشخص آخر مثلا الشخص الذي لديه مثلا مليون دولار فهدفه ليس هو الهدف الموجود عند الشخص مثلا لديه ألف دولار فالذي لديه ألف دولار يعني يبحث على إكس خمسين أو يبحث على إكس مئة أما الذي لديه مليون دولار مثلا يبحث أقصى شيء أقصى 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 شيء يبحث على إكس عشرة مثلا في استشمار مثلا يضع مليون دولار عشرة مليون دولار يعني هناك فروقات وكذلك يعني هناك الكثير الكثير من الفرق بين مستجمر ومستجمر لذلك يبقى لك أنت الاختيار نحن فقط نأمل فلترة ونتحدث على أفضل المشاريع وكذلك هناك مشاريع قادمة دائما هناك مشاريع تظهر كل يوم أكثر من مئة عملة فليس كل مئة عملة جيدة فإذا بحثت ووجدت فقط مثلا كل شهر عملة أو كل خمسة عشر يوم عملة فهذا جيد جدا فصعب أن تبحث بين العملات وحتى هناك أمر تشابه هناك الكثير من المشاريع متشابهة نفس تقنية نفس كل شيء ونفس حتى TPS نفس كل كل شيء المهم هذه الحلقة حاولنا أن نتحدث على بعض العملات بالنسبة للسوق هذه نظرتي الشخصية أرى أنه ممكن أن تتواصل الإيجابية خلال هذه الفترة هذا الذي قلته في آخر فيديوهات ولازلت أقوله لن ينتهي هذا الصعود إلا بصعود كل العملات هناك بعض الأمور التي لازالت لم تتحقق لنا في بعض العملات التي لازلنا مستشميرين فيها خلال هذه الفترة المهم سنهي حلقتنا لليوم لا تبخلوا أننا بلايكاتكم شكراً آخر حلقة وجدت تفاعل جيد لما لا تتفاعلون معنا في كل الفيديوهات فلا تبخلوا علينا بلايك لن تخسر أي شيء نحن نعمل مجهود نعمل مونتاج لفيديو نضعه في القناة نأخذ من وقتنا كذلك لا عيبة في أن تضعوا لنا لايك وتتركوا لنا تعليق لكي يصعد هذا الفيديو ويشاهدونه وناس جدد لكي لا يقعوا في أخطاء أو يستشميروا في بعض العملة السكا دمتوا في العيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته